ما مهنتك في المستقبل؟ جميعنا في المستقبل لا بد لنا أن نختار مهنة لنعمل بها، لنحقق ذاتنا. ولكن عليك أيها الطالب أن تقرر أي تخصص ثانوي ستختار، لأن المراحل القادمة ستحسم أمر وظيفة المستقبل. عليك أن تفكر في المهنة التي ترغب فيها بناء على المهارات التي تتقنها. ثم يجب عليك أن تتعرف على أي تخصصات الجامعية التي تؤمن لك المهنة وتتوافق مع ميولك ومهاراتك. فلا تؤجل ذلك معتقداً أن هناك وقتاً، لأن بعض التخصصات الجامعية التي لا تقبل إلا بمن درسوا فروعاً ثانوية معينة. لذا، يجب أن تكون صورة مبكرة لمهنتك المستقبلية، وأن تعلم أن مسيرتك المهنية ستبدأ من الآن لتحقيق أهدافك وطموحاتك، لتحدد صورة تقريبية لوظيفة المستقبل.